فلسطين التاريخ المصور تأليف طارق السويدان فلسطين هي الأرض المقدسة وبيت المقدس والقداسة تشمل التعظيم والبركة والاهتمام العظيم ففي هذه البقعة نشأ ومات كثير من الأنبياء والرسل وكانت مهبطا لكثير من الرسالات والوحي وبها جرت أعظم أحداث التاريخ القديم وقد ثبت تاريخيا قداسة وفضل هذه البقعة وفي نصوص القرآن والسنة ومن هذه النصوص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقد وردت في السنة المطهرة إشارات كثيرة عن فضل الأرض المقدسة أظهرها وأوضحها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي وضعت في الأرض بعد المسجد الحرام فعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فأينما أدركت الصلاة فصلي وزاد في رواية البخاري فإن الفضل فيه ومن هنا تأتي أهمية المعرفة بتاريخ هذه الأرض التي تعد اليوم أهم قضايا المسلمين وقد صدرت عدة كتب تسرد تاريخ فلسطين إلا أنها كانت تفتقد للتسلسل المنطقي التاريخي فقام الكاتب طارق السويدان بإصدار هذه الموسوعة فلسطين التاريخ المصور التي اعتمد فيها على التسلسل التاريخي من الأقدم إلى الأحدث وقسم الكتاب إلى عدة أبواب لسهولة اكتساب المعرفة منه وجاءت الأفكار الرئيسية في أبواب الكتاب كما يلي الباب الأول فلسطين قبل الإسلام تاريخ فلسطين القديم اليهود في فلسطين العراقيون والفرس والروم في فلسطين الباب الثاني فلسطين في العهد الإسلامي عهد الخلفاء الراشدين العهد الأموي والعباسي الحروب الصليبية حركة التحرير الإسلامية صلاح الدين الأيوبي بعد صلاح الدين الباب الثالث العهد العثماني وحكم الإنجليز فلسطين في العهد العثماني عهد السلطان عبد الحميد الثاني الحرب العالمية الأولى وحكم الإنجليز الثورات وحركات المقاومة عام النكبة 1948 الباب الرابع فلسطين تتحدى الاحتلال اليهودي ضياع فلسطين كارثة 67 وتوسع العمل الفدائي حرب 73 وعهد المصائب الباب الخامس الانتفاضة والسلام الانتفاضة الأولى عملية السلام السلطة الفلسطينية الانتفاضة الثانية رؤية في مستقبل فلسطين هذه الأفكار والعناوين التي تناولها كتاب فلسطين التاريخ المصور الكتاب شامل لتاريخ فلسطين من الماضي إلى الحاضر ليكون بذلك مرجعا هاما وملخصا لما كتب في تاريخ فلسطين والأرض المقدسة وعلى الرغم من طول الفترة فالكتاب جمع تاريخ فلسطين بإيجاز غير مخل بالأحداث التاريخية الهامة إضافة إلى أنه دحض مزاعم اليهود وأكاذيبهم في حقهم التاريخي بأرض فلسطين وإثبات أن أول من سكن فلسطين هم العرب وكشف المؤامرات والفضائح التي جرت وتجري على أرض الإسراء والمعراج على مدى التاريخ أكثر ما يميز كتاب فلسطين التاريخ المصور بأنه مزود بمجموعة من الصور النادرة والكثيرة زادت على خمسمائة صورة تم انتقاؤها من أكثر من عشرة آلاف صورة وتم إضافة الآراء الخاصة والحكم على الأحداث دون الاكتفاء بالسرد التاريخي للوقائع ليكون بذلك كتابا تاريخيا مشوقا بعيدا عن الكتب التاريخية التي قد تدفع القارئ للملل عند قراءتها